ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أهل الغنم وأهل الإبل ماذا قال؟ قال الرحمة في أهل الغنم وأما الغلظة ففي أصحاب الإبل لماذا؟ لأن معالجة الإبل تورث الإنسان صعوبة وغلظة قساوة طبيعي لكن لاحظ سبحان الله أصحاب الغنم فيهم الرحمة فالذي يعيش الصحراء ويعالج حياته وحياة من معه في هذه الصحراء قلة الماء حرارة الشمس كثرة الانتقال وكذا تجده ينصرف عن مثل هذه الأشياء ينصرف لذلك تجد عنده قسوة